موسيقى قامت الخدمات الطبية بإنشاءها لأجل زيادة وتعزيز الساعة الاستيعابية للمستشفيات ومواجهة للمصابين عندما تولت هذه الحكومة المسؤولية كان هناك أعداد كبيرة كان هذا تحدي كبير قمنا بالمقابل بتوفير القدرات السريرية في هذا الموضوع أيضا كما تعلم هناك المركز الوطني للأوبيا الذي أشار له جلالة الملك في كتاب التكليف السامي قمنا بأعداده وتهيئته تشرعيا ومكانيا وغير ذلك من الأمور ما عليك أفهم أنك اليوم أنت وأنا في جانب من التفق أن الحكومة لم يأتي في ظرف طبيعي كان في ظرف استثنائي وكان في ظرف وباء وتوصيفك أن اليوم الحكومة نجحت في إدارة ملف كورونا أعتقد أنه هذا العامل المهم أولا أود أن أشكر الأردنيين والأردنيات على وعهم والتزامهم وهذا كان أثره كبير في مواجهة وباء كورونا وانخفاض أعداد الإصابات وأيضا انخفاض أعداد الوفيات وهذا مرده لوعي المواطن والتزامه أيضا كان عندنا تحدي في موضوع الإغلاقات وهذا لتجنب عملية الإغلاقات الطويلة قمنا بمرة أخرى سيادة السعى الاستيعابية للمستشفيات وأنا أعتقد بتضافر كل الجهود نستطيع أن نقول أننا قدمنا الكثير في هذا الموضوع ومرده لأسباب كثيرة الفتح والإغلاق فيه جدالية في هذا هناك من طالب بفتح كامل هناك من تخوف من أن العالم اليوم حولنا يغلق فلماذا نحن نتجن حول انفتاح وهنا بدنا يعني في نهاية العام كان في انتظار وترقب لقارات صدرت بأقل مما كان مأمولا على أقل شعبيا ثم اتخذت قارات أخرى وهكذا دوليك اليوم وم تتجه البوصل في هذا الجانب يا سيدي أنت تعرف أنه إحنا قراراتنا مدروسة وتبنى على بناءات علمية وصحية عملية الإغلاق وغيره تعرف المقاربة هاي كل دول العالم قامت بمقاربات مختلفة منها من أغلق بشكل كامل وشامل ومنها من فتح جزئيا نحن كانت مقاربتنا للموائمة بينه والموازنة ما بين صحة المواطن الأردني وأيضا استدامة عمل القطاعات الحيوية وأنا أعتقد أنه مع زيادة أعداد المستشفيات والأسرة أنا أعتقد أنه هذا الموضوع ساعدنا أيضا على التخفيف من خلال إجراءات معينة تخفيفية ولكن هي كانت مدروسة ومتدرجة بنفس الوقت وتبنى على أسس علمية وطبية